بسم الله الرحمن الرحيم فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجوسا لهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحبا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يرون الطير فوقهم صافات ويقبط ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غروب أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي عشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفدى قليلا ما تشكرون قل هو الذي دراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعوه قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليه قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين